يعلم بحضراتكم مرة أخرى زي ما تركم قبل الفاصل جيمي شايل لنا خبر مهم جداً في لعب جزائري قريم من النادي الأهلي بس عشان ينضم للنادي الأهلي في حالة واحدة بس تخليه ينضم للنادي الأهلي مين بقى النجم الجزائري؟ يهي الحالة الوحدة؟ تفضل بستر جيمي حبيباك زين الدين بلايد كلمنا عليه هنا في البرنامج من ثلاث شهور مين تاني؟ زين الدين بلايد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري كلمنا عليه هنا من ثلاث شهور كلمنا عليه فني وقلنا هو أفضل لعيب بيلعب دلوقتي لعيب جزائري بيلعب داخل القر والدليل أنه نضم للمنتخب الجزائري ونادراً مع المنتخب الجزائري بسبب كثرة عدد المحترفين بيضم لعبين من داخل القر ضموا معاشكر واثنين تقلق في أمة أفريقيا المحليين تقلق مع اتحاد العاصمة وخادر الكنفدرالية هيواجه النادي الأهلي في بطولة السوبر الأهلي استفسر شفهياً من رئيس نادي اتحاد العاصمة سيد أحمد عراب استفسر عن إمكانية شراء اللاعب في فترة الانتقالات مجرد استفسار شفهي مفيش مفاوضات رسمية ليه؟ الأمر متعلق بالأهلي بعدد الأجانب في التوقيت الحالي الأهلي خلاص قابق عوسينا وقتنا برونو سافي ورحيله شبه مؤكد واللي جاي مكانه شبه مؤكد إنه مهاجم راس حربة كلاسيكي صريح مركز تسعة حسب طلبات كولر طيب إمتى يكون على رأس أولويات النادي الأهلي في المركات ده التعاقد مع زين الدين بالعيد حال رحيل أليو ديانج واضحة وصريحة حال رحيل أليو ديانج على رأس أولويات النادي الأهلي تدعيم مركز قلب الدفاع بالتعاقد مع زين الدين بالعيد خاصة في ظل قلة اللاعبين المدافعين اللي نالوا قناعة كولر اتعرض عليه 3 أو 4 أسمع نتكلم عليهم تفصلياً بعدين من مصر داخل الدول اتعرض عليه ما عندهش قناعة غير باتنين لعيبة واحد منه مصاب وصعب إنك تتعقد معاه وسما جلت والتاني محمود مارعي فيوتشر ففي ظل قلت عدد اللاعبين المتاحين في الدوري أو القماشة فالراجل اتعرض عليه زين الدين بالعيد نال قناعته من الناحية الفنية لكن الأمور زي ما كنا بنشرح مبارحة كريم الأمور بتمشي السايكل بتمشي زي تعاقدية في النادي الأهلي الأمور دلوقتي خرجت من عند القناعة الفنية راحت لأمور التعاقدية وعدد الأجانب واللعبة المتاحين